دلوقتي سنأخذ الدرس الثالث في الوحدة الاولى سنختار مور الطبيعي وهي مصادر الطاقة تعالوا نشوف ايه هي مصادر الطاقة دي اولا كده اسألكم سؤال لما بنصحى الصبح قبل ما نروح المدرسة لازم نفطر كويس ونشرب لبن او نشرب عصير فرش ليه؟ لازم نأكل كويس عشان نكون مركزين عشان نكون واخدين طاقة ونعرف نركز في المدرسة طيب لو عايزين نروح تمرين مش برضو برضو بناكل معينة او نشرب حاجة معينة عشان تدينا باور تدينا طاقة صح؟ الاكل او المشروبات هي اللي بتدينا القوة بتدينا الدفع ان احنا نتحرك ونجري ونتنطط هو ده كلمة الطاقة مفهوم الطاقة هنا بقى تعالوا نشوف يعني ايه كلمة طاقة الحاجة اللي بتحرك الاجهزة والحاجات من حوالينا ايه اللي بيخلي التكييف يشتغل؟ الكهرباء ايه اللي بيخلي العربية تمشي؟ البنزين كل دي مصادر طاقة يبقى يعني ايه كلمة طاقة؟ الطاقة هي كل ما ينتج عنه كل ما ينتج عنه احتراق الوقود الوقود اللي هو البنزين اللي بتحط في العربية فبيشغل المطور في العربية بتمشي حرارة الشمس ابسط مثال ان احنا بنقعد في الشمس ايه؟ ناخد منها الحرارة عشان نتدفع كده احنا اخدنا طاقة قوة الرياح تساقط المياه حركة الامواك التلاتة دول بيولدوا بيولدوا لينا كهرباء وهنعرف دلوقتي خلال الدرس يبقى الطاقة هي كل ما ينتج عن احتراق الوقود حرارة الشمس قوة الرياح تساقط المياه وحركة الامواك احنا هنقسم مصادر الطاقة لنعين مصادر طاقة متجددة ومصادر غير متجددة كلمة متجددة مصادر متجددة متجددة يعني ايه؟ يعني بتجدد نفسها يعني مهما ناخد منها بتجدد نفسها يعني ما بتخلصش مصادر طاقة متجددة يعني موجودة باستمرار طب يعني ايه مصادر غير متجددة غير متجددة يعني ما بتجددش نفسها يعني كل ما باخد منها ايه اللي بيحصل؟ بتخلص خلاص؟ طب امثلة للطاقة المتجددة شمس رياح امواك والمواك والكهرباء المائية طيب المصادر الغير متجددة عندنا الفحم البترول الغاز الطبيعي الفحم والبترول والغاز الطبيعي تعالوا بقى نشوف المصطلح العلمي بتاع كل واحدة يعني ايه طاقة غير متجددة؟ غير متجددة هي الطاقة التي تنفذ تنفذ باستهلاك الانسان لها يعني هي الطاقة اللي بتخلص كلمة تنفذ يعني بتخلص باستهلاك يعني باستخدام الانسان لها يعني كل ما الانسان بيستخدمها بتخلص هي الطاقة التي تنفذ باستهلاك الإنسان لها أمثلة بترول فحم غاز طبيعي الفحم والبترول والغاز الطبيعي طب الطاقة المتجددة نفس المصطلح بالضبط هي الطاقة التي لا تنفذ لا تنفذ باستهلاك الإنسان لها دي الطاقة اللي ما بتخلصش لما الإنسان بيستخدمها أمثلة لها الشمس والرياح والمية وإحنا خلال الدرس هنعرف كل حاجة بالتفصيل تعالوا ناخد الأول مصادر الطاقة الغير متجددة الفحم إيه هو الفحم؟ إيه الأهمية بتاعته؟ نفس السؤال بتاع المعادن اللي هو الأهمية الاقتصادية هو هو أهمية الفحم خلاص مهمة قوي بما تفسر قال لي الفحم بيستخدم في صناعة الحديد والصلب فاكرين الصلب اللي احنا أخدناه بتاع الحديد والصلب لما كان بيتحطله برضو معدن كده كان فيه معدن بيستخدم في صناعة الحديد والصلب من الشاطر اللي فاكره ممتاز المنجنيز برضو الفحم بيستخدم بنفس الطريقة لكن الفحم عندنا في مصر قليل فاحنا بنستورده من الخارج بنشتريه من الخارج طب هو الفحم ده مثل اللي احنا بنشوي بيه كده؟ لا هو الفحم الفحم ليه أنواع مش اللي احنا بنشويه مش اللي احنا بنستخدمه في الشاوية قصدي فيه أنواع تانية تبقى صلبة شوية خلاص؟ طيب يجي لي هنا بقى سؤال بيقول لي يعد الفحم أقل في القيمة الاقتصادية أو في الأهمية الاقتصادية من البترول والغزة الطبيعي بيقولي الفحم ده هو أقل واحد فيهم ليه؟ لأنه يلوس البيئة لأن الفحم بيلوس البيئة بيلوسها إزاي؟ لما بيتحرق بتخرج منه كميات كبيرة من سيني أكسيد الكربون وده بيلوس الهوى نفس شبه الفحم اللي احنا بنشوي عليه لما احنا بنجي نولعه مش بيطلع أبخيرة ودخينة وكده هو نفس الفكرة فعشان كده هو أقل في الأهمية السؤال ده مهم جدا طيب الفحم بقى موجود فين في مصر؟ يوجد منجم الفحم في شمال سيناء في منطقة اسمها جبل المغارة يوجد في جبل المغارة في شمال سيناء تعالوا شوف المكان بتاعه في شمال سيناء هو ده مكان جبل المغارة جبل المغارة منجم استخراج الفحم استخراج الفحم موجود في جبل المغارة طيب تعالوا بقى نروح للبترول البترول من أهم مصادر الطاقة هو تقريبا المصدر الرئيسي للطاقة هو الاعتماد الأساسي عندنا في كل حاجة طيب إحنا بنستخراجه منين؟ قالي البترول بيستخرج من حقول بحرية أو برية كلمة حقول مفردها حقل الحقل اللي هو البيت بتاع البترول البير اللي بنطلع منه البترول عارفين بير المية؟ البترول برضو بيكون بنفس الفكرة بير في باطن الأرض برضو إحنا بنطلعه كلمة حقول بحرية يعني في بترول موجود في قاع البحار لو فاكرين أخدناه في درس موارد المياه لما قلنا إن إحنا بنستخرج من قاع البحار البترول طيب إحنا إزاي ميس هو البترول بيبقى عاين كده في المية؟ لا طبعاً بيكون في آلات متخصصة بتنزل زي مصورة وتشد كل البترول وتشفطه من قاع البحار طيب إي حقول برية دي اللي هي الأرض اللي إحنا عايشين عليها؟ خلاص؟ طيب إيه بقى الأهمية الاقتصادية للبترول بما تفسر؟ يعني أهميته إيه؟ أول حاجة أنا لسه إليها يعد مصدر رئيسي للطاقة هو المصدر الأساسي للطاقة تلت تربع حاجاتنا معتمدة عليه زي الحديد كده بالضبط طيب تاني أهمية ليه؟ بيقول لي عند تكريره يعطي مشتقات كثيرة يعني إيه كلمة تكريره يا ميس؟ ويعني إيه كلمة مشتقات؟ البترول إزاي بنطلعه من بطن الأرض؟ شكله بيكون عامل إزاي؟ لما بنجي نطلعه بيبقى شابه الزيت السود وتقيل جدا جدا بعد كده بناخده ونوديه يدخل عملية اسمها عملية تكرير يعني إيه عملية تكرير؟ يعني بنفصل منه بعض المكونات لأنه هو بيكون معاه حاجات تانية كتير بيكون موجود معاه مكونات تانية كتير فإحنا بنقعد نفصلها عملية الفصل دي اسمها تكرير والمكونات اللي إحنا بنطلعها دي اسمها مشتقات خلاص؟ يبقى إحنا بنطلع المكونات بتاعته منه فعملية اسمها التكرير والمكونات اللي بتطلع دي اسمها مشتقات طيب زي إيه؟ زي البنزين اللي إحنا بنحطه للعربيات زي السولر برضو اللي بنحطه لبعض أنواع العربيات واللي العربيات الضخمة الكبيرة زي المازوت إيه المازوت ده؟ ده مادة؟ عارفيني الأسفلت اللي بنمشي عليه في الأرض؟ مش بيقالونه اسود؟ أو المازوت ده بيتحط مع الزلط اللي بيتحط للأسفلت في الطريق وبرضو في بعض الخامات الصنوعية زي البلاستيك بتدخل في صنوعة البلاستيك خلاص؟ طب موجود فيه البترول؟ موجود عندنا في مصر في منطقتين منطقة خليج السويس في الخليج نفسه والمنطقة اللي حواليه وشمال السحراء الغربية البترول موجود في خليج السويس وفي شمال السحراء الغربية اهو قادي شمال السحراء الغربية حقول البترول وعندنا في خليج السويس برضو موجود بترول يبقى دول المنطقتين اللي موجود فيهم ايه؟ البترول طيب يعني ايه كلمة أو مفهوم أو مصطلح تكرير البترول؟ هو عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي هو عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي يعني العملية دي احنا بنطلع منها بنفصل منها المكونات بتاعت البترول عن الزيت الأصلي نفسه اللي هو الزيت الأسود ده خلاص؟ الصورة الأولينية دي صورة الآلات اللي بتطلعوا من الحقول البرية والصورة التانية صورة برضو اللي بيطلعوا بس دي من البحر تمام كده طيب بعد كده هنروح للغاز الطبيعي الغاز الطبيعي ده موجود في مصر إما في حقول مستقلة يعني في حقول لوحده برضو نفس الفكرة بنحفر آبار وبنلاقي فيها غاز طبيعي أو حقول مصاحبة للبترول يعني في بأغلب الأوقات لما بنجي نحفر بير بترول بنلاقي معاها غاز طبيعي يبقى البترول الغاز الطبيعي موجود في مصر إزاي موجود في حقول مستقلة أو في حقول مصاحبة للبترول طيب تعالوا نشوف إزاي موجود مع البترول بصوا دي حقول البترول اللي احنا أخذناها في شمال الصحراء الغربية وبرضو في خليج السويس شفتوا المسلسات الزرقى دي دي حقول غاز طبيعي مع حقل البترول نفسه طيب احنا بقى عندنا حقل مهم جدا جدا وده اللي هيسألنا عليه في الخريطة الاستخراج الغاز الطبيعي حقل أبو ماضي حقل أبو ماضي في شمال الدلتة اللي هو المسلسين اللي لهم أحمر دول حقل أبو ماضي أبو ماضي مهم جدا 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 وبيجي دايما في الخريطة خلاص يبقى في شمال الدلتة حقل أبو ماضي طيب ايه بقى الأهمية لغاز الطبيعي الأهمية بتاعته ايه بما تفسر أول حاجة يستخدم في الأغراض المنزلية زي البتجاز مش البتجاز بيبقى شغال بالغاز السخان صح ولا لأ يبقى بيستخدم في الأغراض المنزلية ايه كمان يستخدم كوقود لبعض وسائل المواصلات في بعض العربيات ما بتحطش بنزين بتحط استوامة غاز طبيعي وبتمشي بيها العربية ايه كمان توليد الكهرباء الحرارية ايه دايماس هو الغاز الطبيعي بيطلع كهرباء او هنعرف دلوقتي الغاز الطبيعي لما بنيجي نطلعه وبيكون في المصنع وكده وبيتحرق بيطلع كمية حرارة عالية جدا 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 يعني بيطلع حرارة عالية قوي قوي فاحنا الحرارة دي بنستغلها انها بتدور برضو أجهزة وبتتحول لكهرباء يعني حرارة العالية دي بتحرج أجهزة تانية بتخليها تتحول لكهرباء علشان كده احنا مسمينها الكهرباء الحرارية فاكرين لما خدنا في درس المية لما قلنا ان في مية الكهرباء بتتولد من المية عشان كده سمينها الكهرباء المائية هنا برضو دي اسمها الكهرباء الحرارية خلاص؟ وقادي صورة قدامكم لمحطة توليد كهرباء حرارية طيب ايه أكبر منطقة بنستخرج منها غاز طبيعي في مصر؟ هي منطقة البحر المتوسط منطقة البحر المتوسط برضو دي مهمة وبتيجي في الأسئلة قوي يا أولاد طيب تعالوا بقى نوح ليه الطاقة المتجددة اللي هي الشمس والرياح والماء الشمس والرياح والماء الشمس ازاي الشمس بتدينا طاقة او بنستغلها في الطاقة؟ غير ان الشمس اصلا بتدفينا احنا كبني قدنين الحرارة بتاعتها دي واشعة الشمس دي احنا بنحولها الكهرباء طيب ازاي؟ شايفين اول صورة قدامكم؟ دي ألواح بيكون جواها أجهزة وحاجات بتتمتص أشعة الشمس أشعة الشمس بتنزل عليها فبتحولها الكهرباء الأشعة دي بتحولها لكهرباء خلاص؟ والطاقة الشمسية دي طاقة نظيفة يعني ما بتلوزش البيئة ودائما احنا قلنا دي طاقة متجددة يعني موجودة على طول طيب ايه الأهمية بتاعتها؟ بتستخدم في تسخين المياه بنسخن بيها المياه والأغراض المنزلية يعني ممكن احنا نستخدم الطاقة الشمسية دي في البيوت خلاص؟ طيب الرياح برضو نفس الكلام بتستخدم في توليد الكهرباء طيب ازاي؟ شايفين الصورة اللي قدامكم الثانية دي؟ عبارة عن زي المروحة كده التوربينات لما بييجي الرياح الرياح اللي هي الهوى الهوى الشديد يعضي لفها يلفها جامد 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 فبتتحول في الأعمدة دي لكهرباء بتولد كهرباء خلاص؟ يبقى الرياح تستخدم في توليد الكهرباء طيب ايه المحطة اللي موجودة عندنا في مصر بتولد كهرباء؟ المحطة عندنا في منطقة اسمها الزعفرانة في منطقة اسمها الزعفرانة جاية من الزعفرانة عارفيني اللي بنحطه في الأكل؟ هو ده خلاص؟ يبقى المحطة اللي بنولد منها كهرباء من الرياح في مصر في منطقة الزعفرانة تعالوا بقى للميا ازاي بنولد كهرباء من الماء؟ اسمها الكهرباء المائية أو الطاقة الكهرومائية تعرفها هي الكهرباء المولدة من خلف القناطر والسدود والخزانات يعني الكهرباء اللي احنا بنجيبها من القناطر والسدود والخزانات طيب ازاي؟ فاكرين الصورة اللي انا كنت عرضتها ليكم في درس الموارد المائية لما قلنا في السد العالي أو القناطر برضو اللي هي الصورة اللي تحت دي برضو القناطر فكرتها ان هي حيطة برضو فيها بوابات بنفتح عشان نزود فيها المية ونقلل من قوة اندفاع المية منهم بنركب برضو توربينات بتخلي المية دي شدتها بتلف التوربينات دي فبتولد كهرباء بتتحول وتطلع كهرباء وعلشان الكهرباء دي جاية من المية فاحنا مسامينها الكهرباء المائية أو الكهرومائية ومصر أولى الدول العربية انتاجا للطاقة الكهرومائية مصر أول دولة عربية تنتج كهرباء مائية طب إيه الأمثلة لمحطات الكهرباء المائية اللي عندنا في مصر عندنا تلاتة السد والأناطر والخزين السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنى السد العالي خزان أسوان قناطر إسنى وقناطر إسنى دي كانوا فيه اتنين قنطرة أديمة وقنطرة حديثة وإحنا دلوقتي بنولد الكهرباء من الأنطرة الحديثة خلاص؟ يبقى تاني المحطة اللي عندنا في مصر بنولد منها كهرباء مائية اتنين السد تلاتة سوري السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنى والقناطر إسنى دي اتنين قنطرة قديمة ووحدة حديثة وإحنا دلوقتي بنولد الكهرباء من الحديثة طب تعالوا نشوف السد العالي موجود فين؟ وقناطر إسنى دي فين؟ شايفين بحيرة ماصر؟ السد العالي فوقيها بالضبط ده السد العالي ده مكان مين؟ السد العالي طب قناطر إسنى شايفين التانية اللي في نهر النيل دي القناطر تحتها على طول دي اسمها قناطر إسنى قناطر إسنى يبقى ده السد العالي ودي قناطر إسنى تمام كده؟ نعرفها علشان بتيجي في الخريطة طيب الطاقة المتجددة دي ليها عيوب وليها مميزات يعني ليها حاجات حلوة وليها حاجات مش حلوة قويان المميزات بتاعتها إنها بتتميز إنها طاقة نظيفة يعني لا تلوس البيئة ودائمة كمان طب إيه عيوبها؟ عيوبها إنها بتحتاج وسائل تكنولوجية عالية عشان نقدر نعملها يعني الألواح بتاعة الشمس دي أو الدورات الرياح أو كل الحاجات دي محتاجة وسائل تكنولوجية عالية ودي تكلفتها عالية قوي فدي من عيوب الطاقة المتجددة إن إحنا هي موجودة عندنا في مصر بس مش منتشرة قوي لإن هي غالية خلاص؟ دي عيوبها أما مميزاتها إنها طاقة نظيفة ودائمة لا تلوس البيئة طيب نفس السؤال برضو إيه جهود الدولة لتنمية الطاقة؟ الدولة بتعمل إيه عشان تزود الطاقة؟ أول حاجة الاهتمام بالبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة المتجددة بتشجع الطلاب والعلماء إن هم يعملوا أبحاث علمية في مجال الطاقة المتجددة إيه كمان؟ تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب عن حقول بترول وغاز طبيعي فاكرين المستثمرين اللي هم رجال الأعمال إن هم يعملوا مشاريع في إن هم يدوروا على حقول تانية للبترول والغاز الطبيعي في مصر ثالث حاجة ترشيد استهلاك الطاقة يعني بتوعينا إن إحنا نحافظ على الطاقة ونستخدمها بطريقة كويسة عشان تفضل موجودة معنا وبس كده خلص الدرسة